السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا ليوم الاثنين اتناش باط فبراير طبعا القمر اليوم موجود في برج الحوت رح يظل موجود في برج الحوت لغاية الساعة واحدة وخمس وعشرين دقيقة من بعد ظهر اليوم الاثنين لينتقل القمر بعدها لبرج الحمل ورح يظل موجود في برج الحمل لغاية الساعة ثلاثة ودقيقة من عصر يوم الاربحة القمر الآن موجود في منزلة الرشا وهي منزل للعلاج والربح والسلامة والصلاح ورح يظل القمر موجود في هاي المنزل لغاية الساعة واحدة وخمس وعشرين دقيقة من بعد ظهر اليوم الاثنين لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة الشرطين وهي منزلة جيدة لكل ما يخص النساء وغير ذلك فهي سيئة جدا ومن الأفضل عدم البدء بأي شيء جديد جيدة لعلاج الأسنان العمليات الصغرى تقليم الأظافر وقص الشعر أيضا القمر بما أنه موجود في برج الحوت الآن معناته بيلعب الجانب الروحي في حياتنا دور مهيمن منشعر بالقدرة على التركيز عدم القدرة على التركيز على موضوع معين منكشف عن مشاكلنا للآخرين ومنجد صعوبة باتخاذ قرارات حاسمة البعض ممكن يتهرب من المسؤوليات أو من المواجهة أو الالتزام في بعض الأمور كثير من الأشخاص الفاشلين في غرامهم ممكن يعانوا من بعض المشاكل في الحب ويديروا ظهورهم ويدرفوا الدموع بالإضافة إلى ذلك بيتغيب عدد كبير من العمال بسبب المرض أو التهرب من العمل بسبب الملل أو الإحباط أو عدم الرغبة في العمل هذا الوقت ممكن لبعض الأشخاص أنهم يقعوا بالغرام أو بحب جديد برضو هاي فترة ممتازة للتأمل والصلاة والمشاركة في الأعمال الفنية مثل الشعر والرسم والتصوير وزيارة المرضى أو شراء كاميرا أو معدات فنية أو البدء بعمل فني بالنسبة للزوايا الفلكية أول زاوية رح نتكلم عنها وهي زاوية تزديس إيجابية بين القمر وبين الزهرة هاي الزاوية رح تكون الساعة أربعة وواحد وثلاثين دقيقة صباحا بتوقيت جرينج بتأجج العاطف اتجاه الجنس الآخر وبالتالي مننجح بتعزيز العلاقة معهم وبتعطي دفع للعاملين في المجال الفني والتجميل والديكور فبيتحسن عطاءهم وأداهم بتزيد من خيالنا وحبنا ومودتنا وتفاؤلنا وبتسمح لنا أن نعيش أوقات ممتعة جدا بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران إيجابية بين القمر وبين نبتون هاي الزاوية رح تكون الساعة سبعة و11 دقيقة صباحا بتوقيت جرينج بتعزز الخيال الخصب وبيقوى الحدث عليه فأنه أكثر المستفيدين هم اللي بيعملوا بمجالات ذات صلة بذلك كالفن والديكور والتجميل وهذا وقت مناسب للراحة بتزيد من حساسيتنا ورومانسيتنا وبتمنحنا كفاءات للمسرح والروحانيات أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزديس إيجابية بين القمر وبين المريخ هاي الزاوية رح تكون الساعة 12 و31 دقيقة ظهرا بتوقيت جرينج بتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبنندفع على الاهتمام بصحتنا أكثر بتزيد من شجاعتنا وحماسنا وهذا الوقت المناسب للدفاع عن أفكارنا وحقوقنا والقيام بخطوات مهمة بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار يعني خلو المسار مدة قرابة نول 55 دقيقة أو 54 دقيقة لأنه رح يبدأ الساعة 12 و31 دقيقة بعد الظهر بتوقيت جرينج ورح ينتهي الساعة 21 و25 دقيقة بعد الظهر بتوقيت جرينج هذا بيعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة 21 و25 دقيقة بعد الظهر القمر خلص بنتقل وبيستقر في برج الحمل عشان هيك من ساعات ما بعد الظهر منشعر بالطاقة الكبيرة للعمل ومنكون أكثر تصميماً وأكثر استقلالية ومنبادر بمشروع جديد ولكن من المحتمل أن نتسرع في تصرفاتنا أو نتهور أيضاً يجب أن نحذر أكثر على الطرقات من السرعة الفائقة ومنلاحظ أيضاً في هذه الفترة أن أقل صبر في التعامل مع الغير مما قد يوقعنا في متاعب ومشدات غير مرغوب فيها نفقد دبلوماسيتنا ومنكون أكثر عدوانية في فترة وجود القمر في برج الحمل يستحسن جراء فحص للعيون إذا استدعى الأمر لذلك ويمكننا لاهتمام أو إدخال قصة شعر أو إقامة حفل ما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي الأخيرة وهي زاوية تزديس إيجابية بين القمر وبين بلوتو هاي الزاوية رح تكون الساعة 2 و35 دقيقة عصراً بتوقيت جرينج بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وأفكارنا ومنتمكن من الغوص عميقاً في نفوسنا وإحداث التغييرات المطلوبة تمنحنا حكم صائب ومواهب روحانية وتدفعنا للإبداع بالنسبة للعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية عنا القدمان أصابع القدم الغد النخامية الغد الصنوبرية الإندروفين وهو الهرمون المسكن للألام والميلاتونين وهو الهرمون المساعد على النوم هدول الأكثر حساسية لغاية ساعات ما بعد الظهر وما لا تصلح هاي الفترة لإجراء أي عمليات جراحية لهاي الأعضاء أما من ساعات ما بعد الظهر بيصير عندنا الراس والأسنان واللسان والعضلات المخططة والقضيب والمرارة والشرايين والدم هي الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية طبعاً بالنسبة لهذا اليوم يوصى بإجراء العمليات الجراحية دون الأعضاء اللي ذكرناها مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة لا يصلح لإزالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ويصلح أيضاً للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه انتقل لبرج الحمل خلو المسار القادم بيبدأ الساعة عشر وعشرين دقيقة من صباح يوم الأربعاء بتوقيت جرينيتش وبيستمر حتى تمام الساعة ثلاثة ودقيقة عصراً بتوقيت جرينيتش لا يستقر القمر بعدها في برج الثور أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر الهلال الجديد عمره ثلاث أيام في تمام الساعة ستة وست دقائق صباحاً بصير أربع أيام نسبة الإضاءة تلتعاش في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الدلو حتى يوم تسعتاش اثنين منتحسة بنسبة عشر في المية القمر في الحوت ورح ينتقل للحمل ورح يظل في الحمل ليوم أربع عشر اثنين سعيد الآن بنسبة خمسة عشر في المية ساعات العصر منتحس بنسبة عشر في المية ساعات المساء سعيد بنسبة خمسة عشر في المية عطارد في الدلو حتى يوم 23 اثنين منتحس الآن بنسبة 10% أما في ساعات الصباح منتحس بنسبة 40% الزهرة في الجدي حتى يوم 16 اثنين سعيد بنسبة 15% المريخ في الجدي حتى يوم 13 اثنين سعيد بنسبة 30% المشتري في الثور حتى يوم 25 خمسة سعيد بنسبة 30% زحل في الحوت حتى يوم 29 ستة سعيد بنسبة 15% أورانوس في الثور حتى يوم 1 تسعة سعيد بنسبة 15% ونبتن في الحوت حتى يوم 2 سبعة سعيد بنسبة 15% وبلوتوف الدلو حتى يوم 2 خمسة سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل بيظل التعب مسيطر عليكم طيلة ساعات الصباح من الآن ولغاية ساعات الظاهرة تقريبا فعشان هيك بدكوا تضبطوا عصابكم وحاولوا إنكم ما تبادروا بأي شي جديد وما تتخذوا قرارات حاسمة أما من ساعات ما بعد الظهور بتبدأوا فاترة أفضل بتعيد لكم نشاطكم المفقود ولكن بيظل مزاجكم يعني حساس شوي وبيظل في عندكم عصبية فبتكون تحاضروا من كلامكم أثناء التعامل مع الغير برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا بيظل النشاط ما بين الأصدقاء والعلاقات الاجتماعية لغاية ساعات الظهر ممكن يتوجه لكم دعوة لحضور حفلة أو مناسبة ولكن ممكن يصير في سوء تفاهم ما بينك وبين أحد ما عارفك أما من ساعات ما بعد الظهور بتدخلوا فترة غير مريحة بتلزمكم بالانتباه أكثر لصحتكم حاذروا من الدخول في مناقشات أو جدال مع الأصدقاء لأنه ممكن يتطور للأسوأ برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء بتكونوا تحافظوا على إنجازاتكم القائمة في مجال العمل وتواصلوا عمالكم اللي بدأتوا فيها من قبل حولكم ما تتغيبوا عن عملكم وما تخالفوا القوانين لغاية ساعات الظهر أما من ساعات ما بعد الظهر بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا أشخاص بترتاحوا لصحبتهم وبوسعكم تحقيق أمني بمساعدة صديق برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان من الآن ولغاية ساعات الظهر بظل في نشاط والاتصالات والسفريات والحوار والنقاش ولكن اللي بدي يتقدم لا امتحان أو مقابلة بدي يستعد بشكل جيد أما من ساعات ما بعد الظهر حافظوا على هدوءكم وما تحاولوا إثارة المشاكل هاي فترة مهمة بتمتحنك لا تضعف ولا تستسلم ولا ترتكب الأخطاء وحافظ على رصانتك وتمسك بمسؤولياتك برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا من الآن ولغاية ساعات الظهر بظل التركيز على الأموال المشتركة فبإمكانكم تفحص حساب مشترك ولكن بدكم تمتنعوا عن أي خطوة مالية جديدة أما في ساعات الظهر وما بعد بتنشطوا في الاتصالات والسفر البعيد وبتنجحوا في المحافظة على مصالحكم الاجتماعية انتبهوا أثناء السفر لأنه ممكن تفقد كل أوراقك أو أمتعتك كما عليك عدم التسرع أثناء القيادة والتنقلات برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء ينصب اهتمامكم حول تعزيز شراكاتكم وعلاقاتكم مع شركاء المال أو العاطفة لغاية ساعات ما بعد الظهر ولكن بدك تحافظ على خدوءك وما تفقد السيطرة على عصابك وعصبيتك أما من ساعات ما بعد الظهر بتنهمكوا في أعادة تنظيم أموركم المالية المشتركة احذروا معنى من النزاعات مع الشريك في العاطفة أو المنزل أو العمل عشان ما تكبر المشاكل برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان من الآن ولغاية ساعات ما بعد الظهر واصلوا عمالكم اللي بداتوا فيها من قبل وحاولوا انكم ما تبادروا لعمل جديد وبرضو اضبطوا عصابكم أثناء التعامل مع زملائكم وانتبهوا لصحتكم أما من ساعات ما بعد الظهر بترغبوا في تعزيز شراكاتكم سواء المالية أو العاطفية ولكن بدكوا تنتبهوا من بعض الأمور اللي تتعلق بالأمور الصحية والعصبية وردات الفعل السلبية لأنه ممكن تكثر بعض المشاكل عليك ويكون لك ردات فعل سلبية برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب بتظل العاطف قوية لديكم وبتميلوا للتقارب مع أحباكم والتجاوب معهم من الآن ولغاية ساعات ما بعد الظهر أيضا جيدة لممارسة هواية أو الترفيه أو بعض الأمور الفنية من ساعات ما بعد الظهر بتكن تنتبهوا لصحتكم بيغلب عليكم طابع العنف والعصبية وخاصة مع الحبيب أو الأولاد فعليكم الحذر برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس تجنبوا إدخال أي تغيير جذري على مسكنكم من الآن ولغاية ساعات ما بعد الظهر ممكن تضطر بعض المشاكل أو صحة أحد الأحبة أو تهتم بمصاريف أو تصليحات أو ترميمات أما من ساعات ما بعد الظهر تزداد رغبتكم في التقرب والتفاهم من مع أحباكم ولكن حاول أنك ما تفتعل خلاف في المنزل أو مع أحد أفراد العائلة لأنه مزاجك حاد ومتقلب برج الجديد بالنسبة لموليد برج الجديد طبعا بيظل اللي عنده امتحان أو عنده مقابلة أو عنده تسويق لشيء معين بده يركز بشكل جيد وما يعتمد على الحضود لأنه شوي الأجواء مش مساعدة ولكن أيضا بتكون تنتبهوا أثناء تنقلاتكم يبي كثير عندكم الاتصال والحوار والنقاش خلال اليوم لغاية ساعات ما بعد الظهر أما من ساعات ما بعد الظهر بتفضلوا الأجواء البيتية والعائلية شوي ممكن تكونوا عصبيين بسبب مزاجكم أو بسبب خلاف أو سوء تفاهم عشق برضو عليك الحذر أثناء التنقلات أو أثناء السفريات أو أثناء قيادة السيارة برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا من الآن ولغاية ساعات ما بعد الظهر بتكونوا تتجنبوا شراء أي حاجية ثمينة خففوا من النفقات وانتبوا لأموالكم من السرقة أو الضياع في فرص لبعض المكاسب المالية أو الحلول المالية أما من ساعات ما بعد الظهر بتكثر لديكم الاتصالات والتنقلات ولكن من المحتمل أن يعاني لبعض منكم من بعض المشاكل أو النزاعات مع رفيقه أو رأيك إيسو في العمل أو الزوج لأسباب بتعود للمال كما عليكم تجنب التبذير برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت أنتم اليوم عندكم نشاطة عالي جدا مع هيك حاولوا أنكم ما تبادروا لأي عمل جديد بظل الأجواء لها علاقة بالاهتمام بالذات أكثر حاولوا أنكم تواصلوا أعمالكم اللي بدأتوا فيها من قبل أما من ساعات ما بعد الظهر بتنهمكم في ضبط ميزانيتكم ممكن تحصلوا على بعض المكاسب المالية اللي بتيجي من عمل إضافي مستردات هباد دعم ولكن ممكن يكون مزاجكم سيء وتكونوا قليلي الصبر وهذا ممكن يسبب لكم بعض النزاعات مع محيطكم هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر